ان شاء الله الاهل بيوصل استعداداته خلال فترة توقف الدورة الحالية الحاوي والد سليمان انتظم في المراني الجماعي النهاردة بعد ما كان خاد راحة اضافية من الجهاز الفني وبيستعد الاهل في خلال الفترة اللي جاية هيسافر بعد غد ان شاء الله الى الامارات هيعمل معسكر اعداد ربما مايلعبش موحفية يعني عشان الناس برضو ما تستغربش لكن الخواجة عنده تصور لمعسكر خارجي ينفس فيه اشياء معينة عنده افكار عنده ترتبات ان شاء الله تكون مرحلة مفيدة جدا وان شاء الله يستفيد الفرير في خلال هذه الفترة انه يبقى قافل على لعبته ومعاه اكبر عدد من اللعبة برغم الغيابات الكتيرة اللي اللي عنده عدد كبير مع المنتخب الاول عنده عدد كبير مع المنتخب الاولمبي عنده كمان منتخب الشباب بالاضافة لهذه الغيابات معاه زخيرة قوية جدا بيواصل بها الاستعدادات للفترة اللي جاية يا انكن ميشيل مدرب حراس المرمى عمل برضو تدريبات خاصة جدا في حاجة سيد زفريم كويس الحاجات دي بتفكرنا سمعت كابتن عمرا انور اه هو يتحدث عن قطاع النشيه يتحدث عن فرقته وقال اكد بقى على الكلام اللي احنا كنا قلناه قبل كده اه ان في تواصل من الجهاز الفني مع الفرق اللي تحت ايه وقال ان فيلر مخصص حد لصيق يحضر باستمرار ماتشاتهم وجوز كبير من تدريبه اه ويتشاور في النواحي الفنية مع الجهاز الفني ايه كابتن سيد عب حفيز قال انه اللعيبة الافارقة للمحترفين في الاالي من بكرة التلاتة هينتظموا في التدريبات بعد ما خده فترات للسفر غياب الو ديانج المالي مستمر لانه راح يلعب مع منتخب مالي الولمبي اللي بيشارك في بطولة امم افريقيا اللي هتتلعب في مصر ان شاء الله 8 نوفمبر الجالي وبيلعب معنا في المجموعة يعني الو ديانج هيواجه رمضان صبحي فربنا سهل بيغيب عن المران كمان لعيبة المنتخب الولمبي اللي انتظموا مع كابتن شوقي غريب كابتن سيد عب حفيز حرص على مسامدة وتحفيز اللعيبة الولمبيين لان عندهم بطولة كبيرة مهمة ان شاء الله يوفقوا فيها وبيشارك من الاهل مع المنتخب الولمبي رمضان صبحي وصلاح محسن ومصطفى شبير وعمار حمدي ده بالاضافة الى ابناء الاهل المعارين للاندية الاخرى باشوانس اه طبعا اه كرم اكرم ورايان وطبعا واحمد حمدي خلاص ما هو بيع اه لا ده راح انتقال نهائي كل يعني فيه خمسة كمان ولا حاجة من المعارين هالمعارين طبعا انما اللافت للنظر ان القطارة عمار في مركز الظاهير الايمن مع كابتن الظاهير الايمن اه كل ما تشطله دي اللي لعبة اللي فاتت لعبة زرق اين واتقلق اه ده رغم جسمه ده هو عنده سرعة وعنده يعني صلب مش رخوي يعني دي حاجة كويسة نبقى فيه مرونة في اللاعب انه يقدر يقديلك في اكتر من مكان طالما انه موهوب يملك الرغبة والحمية